بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنا التدية لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة مما لفت انتباهي أثناء مسابقات كأس العالم المنعقد حاليا في قطر 2022 ظاهرة لطيفة جدا الحقيقة واستغربها البعض وهي ظاهرة الدعوة إلى الله انظر أخي الحبيب من تركيب المسلم وثقافة المسلم أنه يفرح عندما يرى إنسانا عاد إلى طريق الله سبحانه وتعالى هذه المعادلة للأسف كثير يستغربونها يقولون أيها المسلمون لماذا تفرحون إذا عاد أحد الناس إلى الإسلام مع الهلم أنه في كثير من الديانات المنتشرة اليوم تجد أن أحدهم لا يبالي من يعتنق هذا الدين من يخرج منه لماذا أيها الأحبة لأن ليس لديه هذه الثقافة الدعوية التي يغرسها القرآن في نفوس أتباعه منذ الطفولة يعني لدينا فعل أمر في القرآن أيها الأحبة أنا أخاطب طبعا الذين يستغربون من فرح المسلم بهداية من يهديه الله سبحانه وتعالى إلى طريق الحق والهدى وينقذه من الضلال لدينا فعل أمر في القرآن يقول أدعو أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فعل الأمر هذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام وليس خاصا بالصحابة هذا الفعل موجه لك أخي الحبيب ولي مدوم تقول لا إله إلا الله أنت مأمور بالدعوة إلى الله وهذه الثقافة أيها الأحبة لماذا تشكلت في داخلنا لأننا نعتقد يقينا أن الدين الوحيد الصحيح اليوم هو الإسلام الكتاب الوحيد ضمن مليارات الكتب في العالم الذي بقي محفوظا لم يحرف هو القرآن وتحدثنا عن المخطوطة التي تم عرضها في جامعة برمينجهام وفي جامعة توبينجن الألمانية أثبتوا أن القرآن الموجود بين يدينا الآن هو ذاته الذي كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حللوا المخطوطة بالكربون المشاع وأثبتوا ذلك وهذا الكلام موجود على موقع جامعة توبينجن من أحب أن يطلع على هذه الدراسة أو هذه المخطوطة معروضة لديهم طيب ماذا يعني أن يهتدي إنسان يعني أن الله أنقذه من النار وهذا رد فعل تلقاء فطرة أيها الأحبة لماذا أنت إذا وجدت إنسان أعمى ضل طريقه لا يهتدي وأمامه حفرة سيقع فيها السلوك التلقائي الفطري الغريزي الإنساني العادي جدا أن تلقذه صح؟ ألا أتصور أن أحد يختلف معي أنك إذا رأيت إنسان لا يهتدي الطريق ويمكن أن يقع أو يصيبه مكروه رد الفعل المنطقي والطبيعي جدا أن تأخذ بيده وتقول له الطريق من هنا هذا الطريق سيوقعك في حفرة ستموت وتهلك طيب بالله عليكم كيف إذا كنت أنت ترى أمامك كمسلم ترى هؤلاء الملحدين والحيدين والمشككين والضالين يسيرون باتجاه حفرة من حفر جهنم والعياذ بالله كيف إذا علمت أن هؤلاء يسلكون سلوكا سيقودهم إلى جهنم لأنهم أولا لم يؤمنوا بالله عز وجل لم يلتزموا بتعاليم الله فالشيء الطبيعي جدا أيها الأحبة الشيء الطبيعي أنني كان أنا كإنسان يعني لا أتحدث عن شخصي كمسلم لا أنا كإنسان أنا أخذ بيد هذا الإنسان المنحرف أو الضال وأدله على الطريق وأفرح عندما أعلم أن الله أنقذه من النار وبالتالي هذا رد فعل تلقائي وطبيعي إنسانيتي أنا كإنسان تأمرني أن أساعد الآخرين أن أدلهم على الطريق الصحيح أن أنقذهم من الحفرة وبالتالي أيها الأحبة في مثل هذه المناسبات التي يجتمع فيها عدد كبير من الناس من ديانات مختلفة وأعراق مختلفة وعقائد مختلفة وأشكال وألوان وبلدان المؤمن هنا يعطي مثالا رائعا في حب الخير للآخرين الحقيقة نحن لو حللنا سلوك المؤمن في مثل هذه التجمعات أنه يحاول أن يدل الناس على طريق الخير طيب بالله عليكم هل هذا شيء سيء لماذا يستغرب البعض سلوك المسلم أنه يحب الخير للناس يعني هل هو ماذا يعني أن تقول له انظر أخي الحبيب ماذا يعني أن تدل الإنسان على الإسلام ماذا يعني أولا تقول له آمن بخالق الكون عز وجل لأن الإيمان فيه راحة نفسية فيه طمأنينة وأنقذ نفسك من الإلحاد والانتحار والمشاكل والهموم والاكتئاب وغير ذلك علميا أيها الأحبة الإيمان بالله الشيء مغروس في داخل الإنسان الملحد يخالف طبيعته عندما يقول لا يوجد إله للكون فأنت عندما تدعو هذا الملحد إلى الله أنت أولا ترده إلى طبيعته الأصلية ونحن عرضنا دراسة تذكرونها في جامعة هلسينكي الباحثة التي قامت بهذه الدراسة في فنلندا وأثبتت أن الخوف من الله والاعتراف بوجود الله موجود في دماغ كل ملحد ولكنه يجحد هذه الحقيقة ويظهر عكس ما يبطن حرفيا هي تقول كذلك القرآن يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا إذن أيها الأحبة عندما تدل إنسان على طريق الله أن تتأمره بالخير الشيء الثاني ماذا يعني أن تدل إنسان على الإسلام أن يمتنع عن الفواحش الزنا محرم ما الذي نشر الأمراض المنقولة جنسيا الآن في الغرب ما الذي جعل نصف الغرب أولاد الزنا اليوم نصف الغرب نصف أوروبا وأمريكا تقريبا أولاد الزنا ما الذي جعل هذا المجتمع ينقرض في أوروبا تعلمون القارة العجوز ينقرضون ليس لديهم رغبة في الزواج ليس لديهم رغبة في الحياة ليس لديهم رغبة في التكاثر أنت عندما تدله على الإسلام أنت تقول له أحب الحياة احترم زوجتك لا تخونها ابني أسرة متماسكة ليست كالأسر في الغرب كل واحد يعيش هكذا حياة عشوائية فوضوية الأبن يرمي بأبيه في الشارع والأب يرمي بابنه أو بنته بابنته هكذا هذا الكلام في ظل الإسلام غير موجود أنت عندما تدله على الإسلام أنت تقول له امتنع عن شرب الخمر والمسكرات والمخدرات لأنها تسبب سبعة أنواع من السرطان حسب المجلة الطبية البريطانية الخمر يسبب سبعة أنواع رئيسية أكثر من سبعة هي ولكن سبعة أنواع رئيسية من السرطان الخمر يدمر الكبد يسبب مشاكل كثيرة في الجملة العصبية وفي منطقة الناصية هنا وله تأثير خطير على الجنين الأجنة يساهم في تشوه الأجنة طيب أنت تقول له امتنع عن الخمر يعني هل هذا ضرر أم فائدة تقدمها له امتنع عن التدخين النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار وبالتالي هذا المؤمن الذي يقدم للملحد أفضل ما عنده ما عنده يقدم له الخير يريد له الخير يريد أن ينقذه من الشر في الدنيا والآخرة فعندما يعود هذا الملحد إلى طريق الله المؤمن شيء طبيعي يفرح تماما مثل فرحك بابنك إذا انحرف عن طريق الحق ثم عاد ثم عاد إلى حضنك ألا تفرح به ولكن للأسف هؤلاء الذين ينتقدون سلوك المسلمين في الدعوة إلى الله للأسف لم يفقه ما هو الإسلام ولم يعرفوا أن الإسلام ليس مجرد دين هو ليس مجرد عبارات ليس مجرد طقوس ليس مجرد سجود وركوع لا الإسلام هو الإنسان نفسه هو حياة الإنسان الإسلام يغير حياتك بالكامل يغير سلوكك بالكامل وبالتالي أيها الأحبة أنا أشجع كل إنسان على أن يكون داعيا إلى الله بالحسنة طبعا بالمودة بالمحبة أن تقدم معلومة نافعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس أنفعهم للناس والحديث هنا دقيق انتبهوا لم يقل خير المسلمين أنفعهم للمسلمين لا قال خير الناس أنفعهم للناس أي معلومة تقدمها لأي إنسان فيها خير أي معلومة مفيدة تقدمها لإنسان فيها خير فيها فائدة تكون مدعاة للفرح للسرور لذلك أيها الأحبة لو رأينا قصص هؤلاء الذين يعودون للإسلام لأن الإسلام وأنا أقول يعودون لأن الإسلام هو دين الفطرة لأن كل مولود يولد على الفطرة وهذا الكلام أنا أقوله قرأته على موقع جامعة أكسفورد وتحدثت عنه أن علماء في جامعة أكسفورد وجدوا أن الإيمان بالله واليوم الآخر مغروس في الإنسان منذ أن يخلق في جيناته يعني عندما حللوا هذه الجينات ودرسوا سلوك الأطفال الصغار بعمر ثلاثة أشهر وجدوا أن الطفل يخلق وهو لديه ميول للإيمان بالله وبالآخرة هذا الكلام على موقع جامعة أكسفورد طيب بالنسبة للملحدين لا تقتنعوا بالقرآن اقتنع بما يقوله العلماء فالملحد الذي يعود إلى الإسلام هي عودة وهي ليست تغيير أو تبديلاء هو عادة لفطرته الطبيعية الفطرة التي خلق عليها لذلك تجد أن من ينطق بالشهادتين تجد أن الدموع تغمرهم تجد أنه يشعر أنه ولد من جديد الكل هكذا اقرأوا قصص الذين يعودوا للإسلام وبالتالي أيها الأحبة أنا أقول للمنتقدين من ينتقد هذه الظاهرة يا أخي هذه الظاهرة الطبيعية ستبقى ما بقي الإسلام لأنها جزء من المسلم لأن المسلم يعتقد أنه على حق بنسبة مئة بالمئة نحن لدينا في الإسلام ليس لدينا تلك القاعدة أنني قد أكون على حق أو أكون مخطئا أو أكون كذلا المسلم من أسس اعتقاده أنه يعتقد أنه على حق بنسبة مئة بالمئة وأن الله موجود بنسبة مئة بالمئة ليس هناك أي شك وبالتالي الذي يحرك هذا المسلم هو حب الخير للآخرين طيب أنا الآن أجلس أمامكم أحبتي في الله ما الذي يدفعني لإلقاء هذه المعلومات النافعة وخطاب الناس بها وبثها والحرص على نشرها بين الناس ماذا سأستفيد الذي يدعوني هو الله سبحانه وتعالى الذي يدعوني إنسانية أنني أحب الخير أنا وجدت معلومة مفيدة يجب أن أنفع بها الآخرين لا يجوز أن أحتكر في الإسلام لا يجوز احتكال المعلومات من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار يوم القيامة لدينا لا يوجد شيء اسمه كتم معلومات إخفاء معلومات في الإسلام لا يوجد أي معلومة نافعة أنت مأمور أن توصلها لغيرك وأنت مذنب إذا لم تقم بذلك يعني أنت كمؤمن أو كمسلم إذا قدر لك أن تجلس في وسط من الملحدين أو تكون بين أناس غير مسلمين أنت مأمور بنص القرآن أن تدعو إلى الله ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير لأن دعوتك إلى الإسلام هي دعوة للخير يعني أنت عندما تقول له القمار محرم الربا الذي يدمر الدول الآن والشعوب تقول له محرم الصدقة أمر من الله إذا كان لديك المال يجب أن تتصدق على من يحتاج المال أن تطعم الفقير هذا أمر من الله أنت تدله على الخير يعني الذي يدعو إلى الله أيها الأحبة هو إنسان يحب الخير للآخرين فلماذا تنتقدونه يعني أنا أعجب من هؤلاء الذين يستغربون من سلوك المسلمين ليس فقط في موضوع كأس العالم أو غير في أي مناسبة سبحان الله حتى من يعتنق هذا الدين من المسلمين الجدد في اليوم التالي يعمل داعية إلى الله يدعو إلى الله لماذا لأنه اكتشف الحقيقة والنبي عليه الصلاة والسلام له حديث أيضا يحفز المؤمنين للدعوة إلى الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم والله عز وجل يقول ومن أحسن قولا ممن ماذا دقق معي أخي الحبيب ومن أحسن قولا أحسن كلام يمكن أن تتكلم به ما هو هل هو الصلاة هل هو الصدقة هل هو لا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله رقم واحد أفضل كلمة أثقى الكلمة في ميزانك يوم القيامة عند الله هي دعوة إلى الله أن تدل الإنسان على طريق الخير ما معنى الدعوة إلى الله أن ترشده إلى الطريق الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كانت مهمته هو صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الطريق هدانا للطريق الصحيح عليه الصلاة والسلام ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله رقم واحد وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين إذن العمل الصالح رقم اثنين وقال إنني من المسلمين رقم ثلاثة رقم واحد ما هو ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله فإذن أخي الحبيب أنا نصيحتي لكل إنسان حتى لو لم يكن مسلما إذا كان لديك معلومة تنفع بها الآخرين لا تبخل بها نحن كمسلمين ندعي أننا نمتلك الحقيقة اليقينية المطلقة وهي القرآن العظيم وأن يوم القيامة هو حق وأننا كلنا سنقف بين يدي الله إما إلى جنات تجري من تحتها الأنهار أو إلى نار جهنم والعياذ بالله فأنت إذا استطعت أن تنقذ إنسانا من النار أنقذه يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار إذن بالنسبة للذين يستغربون سلوك المؤمنين أو المسلمين في مثل هذه المناسبات أقول رجاء اطلعوا على القرآن لكي تزول هذه الحيرة لتعلموا أن الإسلام كله خير أنا شخصيا أحب الخير للملحدين لا أكره ملحدا أنا أكره سلوكه أنا أكره السلوك المجرم السلوك الخاطئ السلوك المغتصب أكره سلوكه لكن هو كإنسان الله كرمه سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر كل شخص ينتمي للبشر كل إنسان تنطبق عليه صفة بني آدم كل إنسان هو مكرم عند الله ولقد كرمنا لم يقل المؤمنين أو المسلمين لم يقل العرب ولقد كرمنا بني آدم فالكل مكرم فالله أكرمك ودلك على الطريق الحق وأمامك إما نار جهنم ولا ياذب الله أو جنة جنات النعيم وأمامك الآن اختبار هو الحياة الدنيا هي فترة اختبار إما أن تنجح بهذا الاختبار أو تفشل ولا ياذب الله فنحن نحب الخير لكل الناس حتى من يخالفنا من يظلمنا من ينتقدنا نحب له الخير لأننا في النتيجة سنموت أيها الأحبة كل من عليها فان وكلنا سيقف أمام هذا الخالق العظيم وكل واحد سيلقى كتابه بيده اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الدعاة إليه ومن أعظم أعظم أنواع الجهاد في هذا العصر أيها الأحبة هو الدعوة إلى الله أن تبين للناس الخير أن تدعوهم للمحبة للتسامح هذا هو الإسلام هذا هو النبي هو جاء من أجل المحبة والتسامح وفعل الخير ومساعدة الفقراء وأن يعني ينشئ مجتمع صحي مجتمع تسوده المحبة نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الدعاة إليه عز وجل وأن يتقبل منا وأن نكون من المجاهدين بالدعوة إلى الله لأنكم كما تعلمون اليوم لا يوجد جهاد السائف غير موجود اليوم الجهاد الحقيقي هو جهاد العلم وجاهدهم به جهادا كبيرا قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنهم وجاهدهم به أي بالقرآن كيف نجاهد بالقرآن أن نوصل الصورة الحقيقية المشرقة للقرآن الكريم لكل الناس ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر